أشهد العديد من الأثرين بمتحف إمحطب بسقارة الذي افتتح بعد عملية ترميمه والانتهاء من تطويره يحكي المتحف قصة أقدم البنائين في مصر وهو المهندس إمحطب الذي قام ببناء هرم زوسر المدرج أول بناء يتم إنشاؤه من الحجر في التاريخ هو واحد من أهم المتاحف الأثرية الموجودة في منطقة سقارة الشهدة على آثار التاريخ المصري القديم وصاحبه هو المعماري الشهير صاحب أقدم بناء حجري على مستوى العالم إنه متحف إمحطب الذي أنهت وزارة السياحة والآثار أعمال تطويره ليظهر في حلته الأثرية الجديدة تطوير المتحف هدفه تقديم المزيد من الخدمات الحديثة للزائرين وتحسين التجربة السياحية حيث تم رفع كفاءة القاعات وإعادة تنظيم عرضها التي يبلغ عددها ست قاعات بإجمالي 286 قطعة أثرية التي تعود لعصر الدولة القديمة فضلا عن القاعة التي تضم المجموعة الجنائزية للملك زوسر والمسؤول عن بنائها إمحطب إحنا بنتكلم النهاردة من منطقة السقارة أشهر منطقة أثرية موجودة في العالم افتتاح لمتحف جديد أو إعادة افتتاح أو هو متحف إيمحطب اسمه بالهيروغليفي إيمحطب أي القادم في سلام هو المهندس المعماري العبقري المتميز اللي نقل العمارة من الطوب اللبن إلى الحجر ولأول مرة بهذا الحجم وبهذا الإنشاء لإنشاء هرم زوسر المدرج المتحف خاص بإيمحطب إيمحطب ده كان كبير المهندسين في عصر الأسرة الثالثة 2800 سنة قبل الميلاد كان مهندس معماري اللي هو صمم المجموعة الجنائزية للملك زوسر اللي أقدم مجموعة جنائزية في التاريخ تحتوي على أقدم هرم في التاريخ وأول من استخدم الحجر الجيري في البناء على انطاق واسع في التاريخ المتحف يتضمن تمثالاً أساسياً لإيمحطب وأقدم أدوات الجراحة التي عرفها العالم وبعض القطع الأثرية من مميوات حيوانية نادرة بالإضافة لقاعة البعثات التي تعرض القطع الأثرية الناتجة عن الحفائر بسقارة ليحكي المتحف ويجسد قصة أول البنائين الكبار في تاريخ مصر وأول من نقل العمارة من الطوب اللبن إلى الحجر المتحف ده بيضم قطع أساساً كلها جاية من مجموعة جنائزية للملك زوسر في سقارة المجموعة الجنائزية مش هرم بس ده فيه هرم وفيها حوالي 10-12 عنصر تاني بيمثل الحاجات اللي موجودة في الحياة الحقيقية في مدينة منف القديمة المتحف كان عبارة عن حلم كان للمهندس ريبلوير قبل كده إنه هو يبقى فيه مكان لعرض الأثار ما كانش متحف بنفس المقاييس اللي كان قبل كنظام متحفي إنما بعد التطوير تم تحديث حاجات كتيرة جداً جداً تم إنشاء معمل ترميم تمام؟ تم تحديث إداءة العرض ووسيناريو العرض في المتحف تم تحديث المعلومات الموجودة تمام؟ تم رفع البنية التحتية ووسيناتها ورفع كفائتها للمتحف عشان كده المتحف هنا بعد تطويره بدأ ينهض على حيله بدأ يقدم حاجة كبيرة جداً جداً وإحنا إن شاء الله بإذن الله نوين نقدم خدمة ميزة للزوار فكرة إنشاء متحف إمحوتب بدأت عام 1997 وتم افتتاحه لأول مرة عام 2006 ليغلق عام 2022 ثم يعاد افتتاحه مرة أخرى هذا العام بعد تطويره بتكلفة بلغت 48 مليون جنيه ضمن خطة تطوير المتاحف لتقديم خدمة سياحية أثرية تليق بالزائرين محمود جميل التلفزيون المصري